في هذه المحاضرة ان شاء الله راح نتعلم تصميم تقويم كالندر في البداية راح نتعلم نصمم التصميم العام للتقويم والخطوة الثانية ان شاء الله راح نضيف الكالندر التقويم من ادراج اشكال نختار هذا الشكل شكل مربع ونرسم فيه الاسفل مستطيل بهذا المكان وبهذا الحجم وليكن بهالقياس من تنسيق تعبئة الشكل نختار هذا اللون الاخضر ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي نكبر العرض ونضغط كليك ايمن باي مكان باطراف الشكل ونختار تحرير النقاط ومن ثم من هالمكان بالثلث الاول طبعا لو قسمنا هذا الشكل الى ثلاثة اثلاث الثلث الاول والثلث الثاني والثلث الثالث بهذا الثلث الاول بالطرف الشكل نضغط كليك ونسحب الى الاسفل نهد الكليك وهذا المقبس نحاول نرفعه الى الاعلى ليصبح لدينا هذا الشكل المنحني ممكن انه هذا الشكل نحاول انه نزله قليلا تمام جدا اصبح عندنا هذا الشكل الجميل يوحي الى الهضبة الخضراء من ثم الخطوة التالية ادراج شكل ايضا شكل مستطيل وبهذا الجزء هذا المكان ونرسم شكل مستطيل ونحاول لونه الى هذا اللون اللون الصحراوي او البني الفاتح طبعا نحاول انه الشكل يكون اكثر من المقاس ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن التنسيق الاحظ انه هذا الشكل اللى رسمناه الغطى الشكل الاخضر لمنحنا قبل شوية تصويناه فحتى يظهر الشكل الاخضر هذا الشكل اللى هو باللون البني نحاول انه يكون خلف الشكل الاخضر من خلال التنسيق طبعا نحدد هذا الشكل وتنسيق ونضغط على إرسال إلى الخلف راح نلاحظ أنه الشكل راح يكون إلى الخلف والشكل الأخضر راح يكون إلى الأمام نصغر العرض ممكن نلاحظ أنه الشكل الأخضر صاعد إلى الأعلى ممكن شوية ننزله وهذا الشكل ممكن نقلل حجمه يكون بهالمقاس ممكن أنه نصغر بعد لا يوجد مشكلة تمام جدا الخطوة التالية هي إدراج شكل أيضا شكل مستطيل ونرسم بهالمساحة شكل مستطيل ونحاول أن نوسع حجمه ومن تابعة الشكل نختار مثلا هذا الشكل اللي هو السماء فاتح ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي أصبح عندنا هذا الشكل جميل في هذه المنطقة راح نضيف غيوم حتى نصنع غيمة من خلال إدراج أشكال نختار الشكل مستطيل مستدير الزوايا إذا ما لقنا به المكان راح نلقى به المنطقة نرسم هذا الشكل المستطيل ونحاول أنه من خلال هذه النقطة الصفراء نسحبها إلى اليمين حتى يصبح عندنا هذا الشكل اللي هو مدور الأطراف ومن تعبئة الشكل نختار لون أبيض ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي الخطوة التالية هي من إدراج دائرة نرسم دائرة ومن تعبئة الشكل أبيض من المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي نحاول نكبر حجم الدائرة ومن الصفحة الرئيسية نسخ لصق نضيف إلى هذه الدائرة دائرة أخرى وممكن نصغر حجمها شوي ننسخها ونلصقها بالمكان المناظر أصبحت عندنا هذه الغيمة الجميلة طبعا نحدد الأشكال الثلاثة من خلال نحدد الشكل الأول ونضغط على المفتاح شفت ونحدد الشكل الثاني الدائرة والدائرة الثانية والدائرة الثالثة ومن خلال تنسيق تجميع نجمعهن بحيث يصيرن شكل واحد مثل ما تلاعظون صارن شكل واحد ونخلي هذه الغيمة بهالمكان ومن الصفحة الرئيسية نسخ لصق نلصقها بهالمكان مثلا بهالمكان ونسخ لصق ونحاول نصغر حجمها قليلا ولتكون بهالمكان ورح نصير هذه الغيمة الثالثة الخطوة التالية إدراج شكل شكل مستطيل أيضا وليكن بهالمساحة ومن تعبئة الشكل نختار مثلا وممكن أن يكون هذا الشكل من المخطط التفصيلي بلا مخطط طبعا هذا رح يكون لونه جميل الخطوة التالية هي إدراج التقويم طبعا أكو عدي تقويم جاهز أنا إن شاء الله رح أضيفي الكومية من خلالي أما من خلال المحاضرة رابط المحاضرة تلقو بالموقع عن طريق الرقم التسلسلي أو إن شاء الله رح أحاول أرفق الكومية بهذه المحاضرة إدراج صورة طبعا هذا هو التقويم من تنسيق التفاف الناس أمام الناس ونحاول أنه نكبر حجمه نكبر الحجم تمام جدا وهذا الشكل ننزل إلى الأسفل بحيث يكون بهالمساحة تمام جدا هذا الغيمة نحاول أنه نخليها بهالمكان هذا الغيمة تكون بها المكان طبعا مثل ما أنا وهنا كل ما الأشكال تكون بها عشوائية كل ما تكون أجمل جاي خطوة تالية إدراج دائرة نحاول نرسم دائرة طبعا نضغط شفت ويا رسم الدائرة حتى تكون دائرة منتظمة ومتساوية ونعطيها لون أبيض مخطط تفصيلي رح تكون بلا مخطط تفصيلي نحاول نرسم دائرة أخرى أو ممكن نفسها هذه الدائرة نسخ نسخ لصق ومن تنسيق تعبئة الشكل نطيها مثلا لون هذا الرمادي ونحاول نصغر حجمها قليلا ممكن أنه تكبر شوية وممكن أن وسع العرض ممكن أن العرض شوية يتوسع بعد جاي من المخطط التفصيلي رح نعطيها هذا اللون اللي هو لون الأرضية ومن المخطط التفصيلي الوزن رح نختار فد وزن معين وليكن هذا الوزن ومن تعبئة الشكل رح بكرة ما رح نمطيها لون رح نعبيها بصورة ورح أختار آني هذه الصورة طبعا أنتو تحبون تخلوهم أي صورة ماكو مشكلة آني باعتبار أنه التقييم هذا رح يكون خاص بي عالم بهالاحترافي فاختاريت هذه الصورة أو هذا البنار أنتو براحتكم أي صورة تحبون تخلوها ماكو مشكلة الخطوة التالية نكتب 2018 من خلال مربع ناص وبهالمكان نكتب 2018 نعطيها حجم حجم مثلا 72 bold واللون رح يكون أحمر مثلا ومثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ونخليها بيها المكان مثلا تكون ممكن شوي نكبر الغيمة تمام جدا هذه ممكن تكون بيها المكان جيد الخطوة التالية نكتب العنوان الخاص بيها التقويم مثلا أنا رح أكتب عالم بهالاحترافي مثلا وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن اللون من الصفحة الرئيسية رح يكون اللون أبيض مثلا ونعطي bold تمام ممكن أنه نحدد النص ومن التباعد نختار واحد تيكون أجمل ممكن أنه نزحفها إلى اليسار تمام جدا ممكن أنه أكعدنا هذا النص نازل إلى الأسفل جيد جدا نكبر المقاس تمام ممكن هذي نكبرها إلى الأعلى وممكن اللون السمائي ممكن أنه نصغره قليلا تمام بهذه المنطقة رح تكون مساحة إعلانية أنت شو تحب تخلي بهذه المنطقة أنا مثلا رح أخلي الشعار الخاص بعالم بها الاحترافي والويب سايت ومميزات الموقع أنتوا براحتكم شو تحبون تخلون بهذه المنطقة رح تكون هي مساحة إعلانية أو إعلانية مثلا إدراج ومن تنسيق التفاف الناس أمام الناس ورح أخلي بهذه المنطقة تمام الخطوة التالية هي من إدراج رح أضيف صورة للويب سايت طبعا هذه صورة للويب سايت على شكل بي ان جي مثل ما تعلمنا شو نضيفها بي البزنس كارت وبي ال سي في وهذا مربع نص أنا ضفته بهذه المنطقة رح أضيف مميزات الموقع تمام جدا بالأسفل رح أضيف التصميم مثلا تصميم بهاء وورد من خلال مربع نص ممكن أن يكون من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط التفصيلي ممكن أن يكون بولد ولون أبيض وممكن أن يكون بأهل مسافة بي اليسار جيد جدا أصبح عندنا هذا التقويم تقويم جميل جدا وحديث وذو لمسة عصرية نتمنى أن أعجبكم هذا التقويم وأنتم طبعا مبدعين قدرون تضيفون لمسات أخرى وقدرون تغيرون بي الألوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر